الشيخ الآن يعني أنا أريد أيضاً أن تعيد لنا قضية التفريق بين الملك العاضي والملك الجبري نعم الملك العاضي أنا حسب فهمي قد يكونوا صواباً وقد يكونوا خطأاً إن كان صواباً من الله وإن كان خطأاً من نفسه ومن الشيطان أرى أنه إيجابي بالنسبة لما بعده أن كل مرحلة فالتي بعدها دونها المرحلة الأولى كانت النبوة وهذه لا يلحقها شيء بعدها الخلافة على منهج النبوة لا تلحق النبوة لكن هي التي تليها بعدها الملك العاضي لا يساوي الخلافة لكن هو الذي يليها بعده الملك الجبري لا يساوي الملك العاضي هو دونه طبعاً سنرجع بالخلافة إلى دورة أخرى تختلف الخلافة في آخر الزمان فلذلك لا بد من التفريق بين الملك العاضي والملك الجبري ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ أنا أرى أن العض على الدين والعض على وحدة الكلمة إيجابي وأنه هو المقصود هنا حديث العرباض عضوا عليها بن واجس فكان هذا الملك عض على وحدة المسلمين في المسلمين عالم واحد راية واحدة لهم ذمة واحدة لهم أمير واحد هذا في الملك العض خليفة قالوا له خليفة وإن كان ليس من الخلفاء الراشدي فهمت؟ وإيضا هو عض على قانون المسلمين وهو الشريعة الإسلامية لا يكتب لهم قانون وضعيا لا يكتب للناس قانون وضعيا ولا يمرضه عليهم وهذا ما يصدق على دولة بني أمية وبن العباس وبني عثمان بأن السيادة كانت لحكم الإسلام راية الجهاد مرفوعة وبيضة المسلمين محمية هذا ملك عاب طيب الملك الجبري ملك الجبري ما سوى ذلك أن يكون هذا كل رقعة يملك عليهم أمير للمؤمنين ومن بروا فيها أمير المؤمنين ومن بروا نعم فلا هو جامع لوحدة المسلمين ولا هو أيضا عض على الشريعة فيها قوانين وضعية نعم نعم رزاك الله خير ترجمة نانسي قنقر